تواصل الدولة جهودها في مواجهة داعية التغيرات المناخية بجميع مؤسساتها ضمن استعدادات مصر لاستضافة كوب 27 في نوفمبر المقبل وفي هذا الإطار أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن استراتيجية الوزارة لمواجهة أثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة وتوتين التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات وفقا للأولويات وكذلك تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة فضلا عن دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية كما أشار وزير التنمية المحلية إلى دمج البعض البيئية في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية وأيضا دعم الاقتصاد الأغدر للتنمية الاقتصادية بالمحافظات مشيرا إلى أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية بتكلفة بلغت 225 مليار جنائها